السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي ومتابعي قناة حياة الكنال مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة والذي سوف نتعرف فيها على مميزات إبقاء ذكر القناري مع الأنتى في فترة حدن البيت هل يجب عزل ذكر القناري على الأنتى بعد اكتمالها من وضع البيت أو إبقائه معها وما هي إيجابيات إبقاء الذكر مع الأنتى وما هي السلبيات وأيضا سوف نتعرف على نوع الذكر الذي يجب إبقاؤها مع الأنتى والذي يجب عزلها عنها فهذا الفيديو سوف نتعرف فيه على سلوكيات الذكر الجيدة والحنونة وعلى الذكر الغير الجيدة والذي يجب إبعادها على الأنتى للحفاظ على بيضها فذكر القناري الحنونة تعد من أفضل الذكر الذي قد تساهم في نجاح موسمك ومحافظة على فراخك فهي تتميز بسلوكها الجيد داخل القفص فهي لا تتشجر مع الأنتى ولا تخرب العش ولا ترى منها إلا السلوك الجيد والمميز مثل مساعدة الأنتى في بناء عشها أو إطعام الأنتى وهي حاضدة وهناك بعض من هذه الضكور تحضن مع الأنتى على بيضها وكذلك عند فقصي البيض فتراها ترعى فراخها وتقدم لهم الطعام في كل مرة يطلبونه منها ومثل هذه الضكور تختشر علينا نحن كمربيين الوقت والجودة فهي تقوم بدورها على أكمل وجه ونحصل من خلالها على موسم جيد من الفراخ لأن نسبة موت فراخها تكون قليلة أما بالنسبة للنوع الثاني من ذكور الكناري وهو الذكور وهي الذكور التي يكون سلوكها عكسى الذكور الأولى التي تكلمنا عليها قبل قليل لأنها تخرب العش وتكسر البيض وتضايق الأنتى في فترة الحض فإذ كانت هذه المواصفات في الذكر الذي لديك فهو يشكل خطر على إنتاجك صديقي المربي ولا يجب إبقاؤه مع الأنتى سوى لتلقيحها ومباشرة بعد إكمال الأنتى من وضع البيض نقوم بعزله عنها حتى موعد فقسي تلك البيض ونرجعه عسى أن يساعدها في إطعام فراخها وعند إرجاعه فمن واجبك كمربي مراقبته من حين إلى آخر في كيفية التعامل مع الأنتى وفراخها هل هو تعامل جيد أو ليس جيد صديقي المربي وهذا من باب الحيطة والحضر لكي تحافظ على تلك البيض وتلك الفراخ أما بالنسبة لسؤال حلقتنا هل يجب عزل ذكر الكنار على الأنتى فكأجب لك صديقي المربي فالذكر إذ كان سلوكه ليس جيدا وعدوانيا إلى آخره كما ذكرت قبل قليل فهذا النوع من الضكر هو من يجب عزله على الأنتى أما إذ كان لديك ذكر الذي تكلمنا عليه في أول الحلقة والذي يتميز بمواصفة جيدة ويساعد الأنتى في الحضن والإطعام الفراخ والعناية بهم فهذا النوع لا يجب عزله على الأنتى إلا لغرض ما أو تزويجه لأنتى أخرى ومن الجيد والصحيح يبقاؤه مع الأنتى لأنه سوف يساعدها في عدة عوامل ويحسها بالراحة وهي حاضنة وأيضا تقديم الطعام لها كانت هذه من بعض مميزات الضكور الحنونة والذكور الغير الجيدة وشكرا لكم على حسن مشاهدتكم وشكرا لكم على إعجابكم بالفيديو وباشتراككم في القناة وبالتوفيق لنا ولكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر